كابتن وليد يعني نعرفهم اكتر يعني منصب مدير الكور ده يعني عشان البعض فاكري انه هو حاجة ادارية هشوف العيد ده عنده كام انزار ومين هيغيب ومين هات جواز سفرك والقصة دي موضوع تطور وكابتن وليد بقى كمان وحضرتك يمكن يعرفنا اكتر بالجوزة انا زعلت بصراحة كان فيه في الراديو حد بيتناقش بدون ذكرى اسماء يعني حد بيتناقش للأسف كان بيهمش جدا جدا منصب مدير الكورة وبيقول بالعكس ده يعني مالوش لازمة وبالعكس الناس يا جماعة سبحان الله الناس في العالم كله بتزود الجهاز الفني جوارديولا عنده بتاع حوالي 40 مساعدة برا فيه مسميات مختلفة ممكن يبقى مدير كورة ممكن يبقى مدير اداري ممكن يبقى مدير رياضي ممكن يبقى كل اسم او كل position ليه job description بتاعه ليه الخصائص اللي هو بيعملها الناحية الادارية غاية في الاهمية انت المدير الفني زمان 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 وتلغى الكلام ده المدرب يبقى بنا ومقاول ومناول وكل حاجة في الدنيا اللي هو ايه الوان منشوق اللي هو بيحمل كل حاجة في الدنيا انت اتنين لعيبة تخانوا اخد انا اللي هاخصب وانا اللي همشي وانا اللي هقعد وانا اللي هحل المشاكل وانا هحجز الاوتيل وانا هحجز الملعب انت ليه ليه المدير الفني كلام ده طبعا مش موجود في العالم كله دلوقتي بقت المسميات مختلفة ممكن يبقى مدير اداري رياضي المدير الرياضي هو رئيس جهاز الكورة بيقيم عمل الجهاز الفني بالكامل وهو تبع مجلس الادارة وهو بيحط استراتيجية النادي انا نادي عايز العب ازاي الهوية بتاعتي بيبقى شكلها ايه الشخصية بتاعة الفريق عايزوا يبقى عامل ازاي عايزوا لعيبة صغيرة في السن تلعب كورة عاملة ازاي هتلعب كورة معينة الميزانية بتاعتها تبقى عاملة ازاي وانا اللي اشتري الجهاز الفني مدير الكورة عايز اقول فيه حاجة نقطة مهمة جدا بالنسبة لخالد بيبو ان هي مدارس مختلفة مدرسة الكابتن ساد عبد الحفيز غير مدرسة الكابتن خالد بيبو الله يرحمه ويحسن اليه كابتن سابت البطل كان مدرسة لوحده جيب عديد كابتن محمد رمضان مدرسة مختلفة تماما تماما مدرسة الكابتن طريق سليم الله يرحمه مدرسة مختلفة تماما كل واحد مدرسة كابتن على عبدالصادق قصة مختلفة تماما يعني الفكرة كل واحد بيدير بشخصيته لكن عندك نتائج وعندك بقى مدير الكورة نقطة مهمة جدا سبات الانفعال للفريق غرفة الملابس عاملة ازاي العلاقة بين اللعيبة عاملة ازاي المشاكل طلع على السطح ولا لأ ما فيش فريق ما فيوش مشاكل لكن مهمة مدير الكورة المهمة الادباجية بقى اللي انت هتقرأه في الكتب واحد تنفيذ اللائحة على كل أفراد الفريق من أكبر واحد لأصغر واحد ازاي انت بتعمل ليحة تتناسب مع النادي تتناسب مع المكافآت والخصومات لكن انا شايف الندور مهم جدا 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 لو هو شاطر فيه لو هو بيعرف يعمله لكن ما تجيش يا استاذ حسن تتكلم على واحد تقول ايه اصلا هو بيتدخل فعمل المدير الفني خلق يبقى هو مش شاطر اتا ليه جايب سيناريو حد مش شاطر مدير فني اتخانق مع مدير الكورة عشان مدير الكورة بيدخل في الفنيات بيقول له انت بتلعب ليه فلان ومتلعبش ليه فلان طب لعب يبقى ده واحد مش شاطر في شغلته فأيا كان حد مدير إداري دكتور علاق طبيعي مدلك أي حد يا شاطر يا مش شاطر في مهنته حتى المدير الفني لكن مدير الكورة لو اختص بالنحية الإدارية فقط ملوش دعوة بالنحية الفنية إلا لو طلب منه رأي استشاري انت كمدير فني لو قلت لي ايه رأيك في الاستاذ حسن يلعب ولا غانم يلعب يلعب استاذ حسن يلعب طبعا مليون في المية يعني مش معقول يعني